اليوم نصبنا مبارك بن حمدين شلها العاقل غفل غرن القليل سلام اليوم مصباح الرضامي العادات والتقاليد جزء أصيل لا يتجزأ من الموروث الشعبي لارتباطها الوثيق بالتركيبة المجتمعية وتمسك المجتمعات بها وتناقلها جيلا بعد جيل في محافظة شبوة تبرز عادة تمسك بها المواطنون منذ قديم الزمان التنصيب القبلي أو كما يعرف باختيار الشيخ المناسب للقبيلة العادة التي تعتبر من أبرز العادات الباقية إلى وقتنا الحاضر وبالرغم من تمدن المجتمع الشبواني لا تزال قبائل الشبوانية محافظة عليها عند اختيار المسؤول الأول عن شؤون القبيلة هذه عادات قديمة بين العوالق وغيرهم في محافظة شبوة يعني إذا راح واحد بدلوه بابنه وهكذا التوارثة صفة قفى صفة وجيل قفى جيل وبالنسبة للشيخ شيخ القبيلة في أي قبيلة من قبيلة العوالق يكون يعني يحل غضايا أصحابه ويسوقهم إلى الأمانة والصدق ولا واحد سرف منهم ولا راح ولا أخضاء يرده إلى صوابه ولا يميل معه أي طرف من الأطراف يحاول أنه يعني يدي من نفسه ومن ماله لأجل لم قبيلته عادة التنصيب القبلي غالبا ما تقام لها مراسيم خاصة بداية بنصب المخيمات الكبيرة وتهيئتها لاستقبال يموع المهنئين بهذه المناسبة ويبادر شخص من القبيلة الزائرة بإلقاء قصائد المديح والثناء على الشيخ السلف وقبيلته كما يتخلل مراسم الاحتفال قيام شخص كبير في السن بإلباس الشيخ الجديد عمامة الزعامة ووضعها على رأسه إيذانا بتوليه مقاليد المنصب الجديد بشكل رسمي لحنا اليوم اجتمعنا بتنصيب الشيخ مبارك أحمد ناصر المعبسي وأهلا وسهلا بالقبائل الذي حضرت في هذا المكان وهذه لأنها عادات وتقاليد شبوه لأنها قده من العادات القديمة قول العاقل وهذه يكون في المنصب هذا عادات وتقاليد في شبوه هذه نفتخر فيها ولا نستغني عنها وهذه عاداتنا ولا نتركها أبدا ونحن بعد أجيال وراء أجيال ومهام الشيخ هو الحفاظ الحفاظ على ربعه وعلى العامة وعلى المجتمع في كل مجال هذه شبوه هي التاريخ وشبوه هي الحضارة تمسك أبناء محافظة شبوة بالعادات والتقاليد القديمة يعكس عمق الروابط الاجتماعية بين أفراد القبيلة الواحدة بالمحافظة والتي جعلت منهم وحدة متكاملة تسهم في خدمة المجتمع ومساندة للجهات الرسمية في القيام بمهامها عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوه ترجمة نانسي قنقر شبوه ترجمة نانسي قنقر